السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الفيديو ده ما هوش لأي مرحلة الفيديو ده للمراحل الابتدائية مجمعة بتكلم فيه على الكتاب المراجعة اللي نزل من الكتاب المعاصر فجالي الحمد لله الكتب عشان نبدأ نشوف فيها مع بعض المفيد لنا بإذن الله طيب أنا عندي هنا بالنسبة كتب طبعا نصف تحتاج حابة أفضلت أفتحها معاكم عشان أوري لولي الأمر وللطالب الكتاب محتوياته عبارة عن إيه معانا طبعا الكتاب عندنا هنا لو فتحنا أول حاجة هو كتاب بالنسبة للصف الأول الابتدائي طبعا الكتاب هفتحه وأرجع تاني أوري فتحنا الكتاب لقينا أول حاجة عندنا يعني مراجعة شاملة على الوحدات مراجعة شاملة على الوحدات أخذ المراجعة بتاعتهم أده وان وده تو وبعدين بدأ يتناول وبعدين بيكمل بقيت برضو المراجعات تعال وحدات وهكذا لجاية الآخر وحدة طيب بعد كتاب ده الجزء الأول من الكتاب الجزء التاني تعالوا نشوف ما الكتاب بيتكلم عن إيه الكتاب هو شامل حاجتين قال إنه هو شامل الأنشطة أو التدريبات على منها الكتاب وعلى منها الكتاب اللي هو المتخصص للمدارس اللغات معاصر برضو ما نساش إن إحنا طبعاً اللي استمتاع بقيت نصف السنة فحط كمان في الكتاب مجموعة من الألعاب كتاب المعاصر برضو ما استخداش بإن هو يرفح عن أولادنا لا جاب لهم كمان الاستعداد للترم التاني بإن هو جاب لهم الحروف الهجائية اللي هي الأبجادية بتاعة الإنجليش عشان يتضربوا عليها وجاب لهم كمان الأرقام عشان يتضربوا عليها ومجموعة من الصفحات الاستعداد للترم التاني وفي آخر الكتاب طبعاً جاب لهم الورق اللي هيلعبوا بيه لعبة هو جايبها لهم كمان مع الكتاب يلعبوا طبعاً دي اللعبة ده في أجلس نصف السنة بإذن الله طبعاً نشوف كتاب الصف التاني اللي ابتدائي طبعاً هو بما إن أولى وتانية ابتدائي اللي اتنين نظامهم جديد زي بعض فهو برضو آخر بنفس النظام اللي هو عامل في الأول طيب بعد كده بدأ يتكلم عن إيه؟ بدأ يتناول برد تاني جزء تاني هو الأنشطة اللي موجودة في كتاب اللي هو الخاص برضو باللغات مدارس اللغات الروس كتاب تاني ابتدائي برضو كتاب المعاصر منساج اللي استمتاع بالأجازة بتاعتهم وجاب لهم برضو حاجات يلعبوا بيها وبرضو جايب معها اللعبة اللي احنا اتكلمنا عنها برضو منساش إن هو يبدأ يجعمل لهم استعداد للفصل الدراسي التاني وبرضو جايب لهم حاجات علشان في المنهج يستعدوا لها في الكتاب جايب طبعاً الورق بتاع اللعبة اللي جايبها ملحقة مع الكتاب ده بكده ريفيو سريع على كتاب أولى وتانية ابتدائي أتمنى يا ربي يكون وصل لكم المعلومات عنه صح وهو فعلاً كتاب يستحق الإحترام والتأدير ترجمة نانسي قنقر